ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجى إليكم فياليتنا يكنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما جرت أسفا عين الوجود على الجسر فما لدموع العين بالحزن لا تجري يلا عيش الليلوية إمامك عندك حوائج كلنا عندنا حوائج سلام سلام على باب الحوائج والرجال تطوف به الآمال في العسر واليسري سلام على دنيا المدائح والرثا سلام على دنيا المدائح والرثا ترتله الآيات في أبحر الشعري سلام على القرآن يفترش الحصار سلام على القرآن يفترش الحصار ويتلو على أصفاده آية الصبر بعد بعد هالإمام هالغريب المظلوم تصور ثمنتعشر سنة إمامنا من سجن إلى سجن وهالليلة يفارق الحياة ويطلع من سجن يا شيعة سلام على حميم سجدته التي طواهاين تراب السجن سرا على سري سلام على المهتوك حرمة عشيد سلام على المهتوك حرمة عشيد وتلك بعين الله قاصمة الظهر لقد جددت أحزان آل محمد مصائب موسى الباقيات مدى الدهر اسمع هذا البيت شقد دي أثر فيك يا مؤمن واتصور عاد إمامك جنازة مرمية على جسر الرصافة بكته دمان حزنا عليه كيوده وما فارقته وهو ملقا على الجسر يا قلب ذوب يا دمعان تفجر يا قلب ذوب يا دمعان تفجر للي قضى بسجن رجز قلبا تفطر ما شاف في الدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاسات المنية بالسجن ما يعرف نهارا من العشية هضموا صبر قلبا تفطر والصبر مرمر أمر الطاغ تشيل بالجعفر حمامي أمر الطاغ تشيل وينكم يا شيعة ما تشيلون إمامكم ما تشوفون مرمي على الجسر أمر الطاغ تشيل بين جعفر حمامي شالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاجي الفاق الجسر ذبوه وبرجل زناجيل وقلب شيعتهم عليه بنار تسعر شيعت علي الكرار فجعتهم شديد من عينهم غللوا بالساقد فوق الجسر مطروح ما فكوا حديدة صاحت يا أبو إبراهيم يومك صاير أقشر يلا عزنة تبدأ هاليا فخر طيبة وتهامة كليوم نترجاك تطلع بس أثار الدهر بقلوبنا يصوا بسهامة فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر ويولاد عدنان ومضاء هار قلات الغيرة عن جسر بغداد ارفعوا شاخين ذبوا العمايم وامشوا بجانب سريره ثور ترى ما من صديج عليه ينغر لكن الأمر لله لا حولي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يتصل عصر الإمام الكاظم صلوات الله عليه بواحدة من أقسى الحقب التأريخية هذه الحقبة كانت في قوة الدولة العباسية الغاشمة وهؤلاء بن العباس يعني يمكن يتصور الواحد أن الإمام الصادق صلوات الله عليه والد الإمام الكاظم يعني خلوه تركوه بحرية تامة لا الأمر ليس كما يتصور البعض الإمام الصادق صلوات الله عليه استغل فرصة من بقايا الدولة الأموية انهيارها الدولة وبقاياها وقيام الدولة العباسية صار عندنا فراغ سياسي يعني السلطة أبعدت النظر أبعدت العيون أبعدت الرقابة أبعدت الجواسيس ماكوا رقابة على أهل البيت في هذه الفترة الجزئية التأريخية وإمامنا الصادق عليه السلام استغل هذه الفرصة في نشر العلوم لكن ما إن استتبت الأمور وقبض المنصور الدوانقي على زمام السلطة انقلبت الموازين رأسا على عقل وإلا بن العباس السواوا واحد يجي يسأل المنصور يقول له هذا الهجوم على الدماء شنو المبرر إليه سفك الدماء بهذه الطريقة شنو المبرر إليه قال لي اسمع بقايا الأمويين لا تزال ماثلة والسيوف العلويين ما تزال مشرعة ونحن بين هذين بين هذا وهذا فلا بد لنا من ذلك صار عندهم قلق هاجس أن العلويين يريدون السلطة وإلا هؤلاء بن العباس ترى ما إلهم حضور عند الناس ما إلهم محبة عند الناس صحيح قد يقول قائل بن العباس أعلم من بني أمية صحيحهم أعلم من بني أمية وأكثروا الطلاع من بني أمية أضف إلى ذلك النسب المباشر بعد بن عمه مباشرة بن عم هذا المباشرة لكن ما كان عدم حضور بن العباس استغلوا التيار ركبوا التيار في فترة كان العلويون يعانون من السلطة العباسية أضف إلى ذلك معاناة أهل البيت استغلوها فرصة ركبوا التيار ووصلوا إلى السلطة وصلوا إلى السلطة حتى واحد شاعر من الطالبيين يعبر عن هذا كل شيء يقول يقول يا ليت جور بن مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالنار وصل الأمر إلى مرحلة أن الناس يترحمون على عهد بني مروان وبني أمية يقول لك أهوان من بني العباس إيش سووا هذولا تتصور السجون التي فتحوها الإمام الكاظم عليه السلام سجن في كثير من السجون في البصرة ينقل إلنا المؤرخ مشهد من مشاهد اللي كان يشوفها الإمام الإمام كان يعاني قطعا ثمانتعشر سنة وعلى أقل الروايات اثنى عشر سنة هذه معاناة هذا السجن البصرة إيش سووا هذولا عدهم وزراء في غاية القسوة ما في قلبهم رحمة أبدا أمام الإمام الكاظم عليه السلام شم سوين تنور بمسامير محددة يسجرون بالنار ويأتون بالعلوي ويرمونه إلى الأسفل من راسة إلى الأسفل بهذا التنور إذا طلع شيء يصير به جسد ممزق محترق هذه وسيلة واحدة بس مشهد واحد يطلعنا المؤرخ على هؤلاء بن العباس السووا فالإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عاصر هذه المرحلة بتفاصيلها يعني شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام توجهت الأنظار من الإمام الصادق إلى الإمام الكاظم وصبت العذابات على الإمام الكاظم صبا إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام مولود في سنة مئة وثمانية وعشرين من الهجرة في منطقة يسموها الأبواء هذه منزل بين مكة وبين المدينة الأبواء الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يمتلك ضياع ويشرف بنفسه على هذه الضياع حتى واحد شاف الإمام الصادق يقول لي أنت يعني يا ابن رسول الله وطالع من حر الحجاز ورايح في طلب الدنيا إيش هالقضية الحرص على الدنيا اللي عندك قال لي الإمام هذا مو حرص على الدنيا هذا طاعة لو الله سبحانه وتعالى يقبضني بهالطريق بيسألني وين رايح أقول له ماضٍ إلى طاعتك وثانيا أنا قدوة الإمام قدوة إلى الناس كلها قدوة إلى العمل ترى هذا العكس حتى على فقهاءنا وعلماءنا السابقين كان معظمهم ترى يعملون المقداد السيوري يصنع السيور من هالجلود جب العامل هذه البقعة التي شرفها وباركها أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه الشهيد الأول الشهيد الثاني المحقق الكركي وغيرهم هذولة كانوا يعملون إلى جانب العلم كانوا يعملون بس ألفت عنايتكم إلى نقطة في غاية الأهمية الآن اختلف الموضوع أصبحت المدرسة الفقهية الشيعية والمدرسة الأصولية الشيعية في غاية التعقيد يعني اليوم العالم يفرق وقت كله إلى العلم ويا الله يلم بواحد من هالعلوم المدارس الثنتين في غاية التعقيد فهولد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في منطقة الأبواء أمه حميدة مغربية حتى يعيبون على إمامنا الكاظم عليه السلام جارية مغربية تعرف أن المغرب جزئين جزء عرب وجزء بربر الإمام الكاظم يمر عليه واحد في بغداد ما أسلم على الإمام جاءوا إلى قالوا لي ليش ما أسلم أنت؟ قال أسلم على هذا والد البربرية ليش يعني؟ شايف هذا ناس كثيرة ترى عندهم اعتزاز غريب بالقومية إذا جيت على مستوى الإنسانية كلنا مخلوقين من التراب من حويم الوبويضة ويطلع الإنسان والنتهى الموضوع إذا جيت على مستوى القومية كل واحد يعتز بقوميته مو بس بقوميته حتى مو القومية الكبيرة الإسلامية لا حتى على مستوى الجماعات الصغيرة أنتو كلكم عندكم معزة حتى بمنطقتكم صح الأولى؟ هادي كل إنسان لكن هؤلاء ينظرون ما أدري العفعين بيستوى عند الإنسان كم مخريدة رفع أنف على الناس حتى سلام ما يسلم عليهم هذه ما تدوم إليك لو دامت لغيري كمان وصلت إليك لكن مشكلة الإنسان بني آذم تغرى الدنيا بأموالها برفاهيتها تغرى الدنيا إلى أن يصدم في آخر المطاف يجي ملك الموت يستل روحها وإذا يشوفها مشكلة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذه أمه جارية يعني كثير من المرات نكرر ونردد أم الإمام جارية وصارت جارية شوف الإمام الصادق شي يقول عنها عليه السلام يقول بوركت أم ولدته قدست أم ولدته شبيه موسى فالق البحار يقول هذه أم مقدسة والإمام المحصوم ما يطلق الألقاب جزافاً لو ما كانت مرأة بها المستوى بها المقدار من الإيمان ما يقول عنها الإمام المحصوم هذا الحديث العظيم فهذه أم الإمام استشهد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تعال شوف المراحل الأولى أول ما استلم الإمام الإمامه بأي وسيل بأي طريقة بأي ظروف أكعدنا رواة معتبرين ثقات في هذه الفترة من ضمنهم واحد يسمون سالم بن هشام واحد يسمون مؤمن الطاق هذا سالم يقول لما استشهد الإمام الصادق عليه السلام توجهت مع مؤمن الطاق إلى دار الإمام الصادق سلام الله عليه وإذا الناس حفوا بدار الإمام سألنا شنو القضية قالوا الناس بايعون عبد الله بن الإمام الصادق إماماً من بعد والده قلنا خلنا تشوف ترى هذولاً من المقربين إلى أهل البيت ابن هشام ومؤمن الطاق حتى يبين إلك أن أقرب المقربين ما كانوا عندهم علم من هو الإمام من بعد والده لأن السلطة العباسية أكو رسالة أكو قرار طالع من وجدتموه إماماً من بعد الصادق فاذبحوه على طول ذبح بعد ماكو أي تفاهم يقول فكانت الجواسيس في كل مكان السلطة تراقب كل حركة بحذافيرها يقول أقبلنا ودخلنا على عبد الله بن الإمام الصادق سألت أنا مسألة قعت عنده قلت لي ابن رسول الله أسألك مسألة قال لي تفضل قال فيه كم تجي بالزكاة يعني كم الواحد عنده حتى توجب عليه الزكاة قال فيه كل مئتين خمسة دراهم قال جميل يقول سألت سؤال بعد بعده وقيت له وإذا عنده مئة قال نصف الخمسة اثنين ونصف يقول صفقت إيد على إيد قلت هذا إمامنا قلت له والله حتى المرجئة لا تقول بهذا يقول غضب قال لنا وأنا ش درا لش تتقول المرجئة أنا يقول طلعنا أنا ومؤمن الطاق وين نولي وين الإمام هذه ما إحنا يقول قلت له مؤمن الطاق والله لا ندري أين نمضي ألي المعتزلة أم المرجئة أم القدرية وين نروح إحنا الحين وين إمامنا يقول بينما أنا كذلك وإذا بشيخ من بعيد يأشر علي بيدي بها الطريقة يقول قلت هذا أكيد من الجواسيس ورحنا قلت إلى مؤمن الطاق يا مؤمن أنت أمضي إلى حالي سبيلك وأنا خليني هذا ربما جاسوس وخليني أتحمل أنا التبعات وأنت أنجو بنفسك يقول انتظرت حتى أقبل إلي الشيخ قالت امشي من خلفي تعال ورايا يقول مشينا إلى أن دخلنا إلى بيت استقبلني غلام أدخلني إلى غف حجرة وإذا بالإمام الكاظم عليه السلام جالس في تلك الحجرة يقول طحت على إيده وقبلها خب أنا ما أدري أنه هو الإمام قبلت إيده قلت له إلى من نمضي يا ابن رسول الله وإذا بالإمام يقول يا ابن هشام لا إلى المرجئة ولا إلى القدري ولا إلى المعتزلة ولا إلى المرجئة إلي إلي أنا إمامك قلت له أنت الإمام عرفني بالإمام قال إن شاء الله أن تعرف الإمام ستعرف إذا الله شاء بتعرف الإمام يقول سألت عدة مسائل إلى أن قلت له أهو عليك إمام عليك إمام لو لا قال لي لا ليس علي إمام فعرفت أنه الإمام وقعت على قدميه أقبلهما يقول قال إلي يا ابن هشام لا تحدث بذلك إلا الخصوص وإلا القاتل شايف أنت مسائل فقهية الإمام يجيب عنها خايف من القتل على أصحابه بعد أكثر منها الظلم أكثر ما تدخل في شؤون سياسية الإمام الإمام يتابع يباشر شؤون الأمة العلمية الفقهية يقول له وإلا القاتل يقول خرجت من عند الإمام ومضيت إلى الخصوص خصوص الخصوص الشيعة أخبرتهم بأن الإمام هو الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أنت تتجول في التاريخ حتى تأخذ إليك لمحة عن حياة الإمام الكاظم عليه السلام حتى المؤرخين العامة أجمعوا على هذه العبارة كان أفقه الناس وكان أقرأهم للقرآن الكريم كان إذا قرأ القرآن قرأه ببكاء وخشوع ما مر عليه أحد إلا استوقفته قراءته حتى الطيور تخف بأجنحتها على باب داره ما ترك بابا من أبواب العبادة إلا قرعها كل أنواع العبادات خرح الإمام عليه السلام يسألون جارية يقولون إلا حدثينا عن إمامنا قالت شقول لكم في الليل لا أفرش له فراشاً لا أضع له فراشاً لأنه قائم يصلي ولا أقدم له زاداً في نهار فإنه صال وإذا جن الليل انتصف الليل طلع الإمام صرار موسى صرار صغيرة يخلي بيها دراهم الصدقات ويطلع الإمام لكن اسمع المؤرخ شنو يقول عن طلعة الإمام هذا قبل لا يدخل السجن يا شيعة يقول فيخرج الإمام كأنه السعفة في مهب الريح تتلاعب به يميناً وشمالاً من الضعف يوزع الصرر على الفقراء والمحتاجين لكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ركز على أمر في شيعة في غاية الدقة والأهمية كان في دروس الإمام يركز على شنو على زرع الخلق الطيب الجميل في الشيعة وشوف هذه ترميزة في أتباع مدرسة أهل البيت ما تحصلها عند بقية المدارس الخلق الرفيع الخلق العظيم ترى الخلق يا جماعة أهم من كل شيء بالدنيا أهم من العلم الخلق قبل العلم قد يكون عالم وعند من العلم وعند مدرسين لكن ما عند خلق لكن شوف العالم لما يتجمل بالخلق يصير جمال على جمال كمال على كمال النبي صلى الله عليه وآله شيء يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يركز على هذه الجنبة إمامنا الصادق عليه السلام يقول من قبل يقول خلكم بأخلاق عظيمة حتى إذا الناس شافوكم يقولون لنعم ما أدب أصحابه جعفر أخلاق أهل البيت مثل ترى فيكم أنتم تشيعة أهل البيت ابحث في مشارق الأرض ومغاربها خلق بهالمستوى لن تجد إلا في هذه المدرسة حتى الإنسان يمكن تشوف واحد عليه هيئة العلماء هيئة الساجدين هيئة العاكفين هيئة الصائمين بس إذا منعكست العبادة على سلوكه عرف فيها خل العبادته تصلي تصوم تدعو الله تقرأ القرآن لابد أن تتجمل بأخها بصفات الله تبارك وتعالى الرحمة العفو المغفرة الخلق العظيم هذا الإمام كان يزرع في أصحابه هذه الأمور كلها قطعا تؤرق هارون العباسي شلون يتخلص من إمامنا عبر الاعتقال القسري وشوف شلون شلون اعتقلوا إمامكم كان يصلي عند قبر جده المصطفى صلى الله عليه وعليه صلي إمامكم قطعوا عليه صلاته وسحبوه من مصلى وهو ينادي جداه هذه أمتك التي خلفتها من بعدك تعال شوفوا فينا وظل الإمام يا شيعة يتنقل من سجن إلى سجن من طامورة إلى طامورة حتى عد أرباب التاريخ السنين التي قضاها الإمام في سجونه قالوا 18 سنة وأقل رواية 12 سنة بس سجن مؤلم يمكن واحد عنده حبيب خلف القضبان يمكن بس هذا سبوع سبوعين ثلاثة يجيك اتصال منه الزيارات مفتوحة لكن سجن إمامكم الكاظم من سجنه ما عرف الناس هل هو حي أم ميت انقطعت أخبار إمامنا ينقل من سجن إلى سجن من طامورة إلى طامورة وهذه حال الإمام إلى وين شوف هارون العباسي لعنه الله شلون اغتيال مؤلم إلى الإمام أول محاولات الإغتيال كلم عاملة على الإفرنج قال ابعث لي من ليس له علاقة بالإسلام أبدا ما يعرف الله بعث إلى خمسين ليس لهم علاقة بالله تبارك وتعالى ولا برسوله إجوا إليه قال لهم تعرفون الله قال أولا نبي قال أولا أعطى كل واحد سيف قال أدخلوا على هذا الموجود بالحبس وقطعوه بالسيوف إربا إربا حتى يضيع دمه ونرتاح منه تقول الرواية دخلوا على إمامنا وكان في سجوده رفع الإمام رأسه بس طالعوا طلت الإمام الكاظم ارتعشت الأيدي ورموا بالسيوف وجثوا على الركاب هيب هيب الإمام الكاظم عليه السلام أقبل يمسح بيده على رؤوسهم قال هارون أخرجوهم من عنده طلعوهم طلعوهم من عنده بعد ذلك وين سوا هارون مضى إلى الرقة بسوريا وأعطى أوامر إلى السندي بن شاهك أن يقتال الإمام وهذا آخر سجن إلى إمامنا طامورة السندي بن شاهك يا لها من طامورة ويا لها من سجين أنت ما أدري قرية الليلة زيارة الإمام لولا السلام على المغيب في قعر السجود وظلم المطامير قعر السجود يعني قاعس قاع الأرض قاعر البعر قاعا يعني وظلم المطامير طامورة إمامنا سبعين عتب تحت الأرض ما بيها نفس كان بيها كما تقول الرواية فتحة صغيرة بالساقف هذه تدخل الهواء على الإمام إذا أراد السندي أن يعذب إمامنا تعرفيش يزوي؟ يغلق هذه الفتحة فيختنق الإمام فيزحف بأغلاله بقيوده إلى باب الطامورة لأن باب الطامورة في نافذة صغيرة هذه السندي يدخل الطعام والشراب إلى الإمام إذا أقبل الإمام تصور إمامك عليه ثلاثين رطل من الحديد ثلاثين رطل من الحديد يجرهم بأبي ليش عجلة تورمت رجلة يا شيعة؟ انتم تكمل الزيارة السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود اسمع هالرواية اسمع والله إحلاش ما قرينا على ظلم الإمام الكاظم الحلقات من قسمين من جزئين حتى يثبتونها على رجل الإمام يكبسون كل قسم على الآخر ويثبتونها بالمسامير يجيبون المسامير ويأتي السندي بمطرقة من حديد ويضرب على قيود الإمام أكلت من لحمك وشربت من دمك إذا اختنق إمامكم يجر نفسه بقيود بأبي وأمي سبعين درجات حتى يصل إلى وين؟ إلى باب الطامورة إلى هالنافذة الصغيرة إذا رآه السندي بن شاهك أقبل وصفع إمامنا على وجهه بعد كمل الزيارة السلام على حليف السجدة صاحب السجدة الطويلة هذه السجدة ليها قصة يا جماعة يا شيعة إمامكم يسجد من الفجر من بعد صلاة الفجر إلى الزوال سجدة واحدة إذا رآه السندي ساجد شي سو في يا جماعة يجي مسرع إلى إمامنا ويرفسه في خاصرته فيكب الإمام على قفاه وينادي يا موسى لست بميت فأستريح منك ولا مخلى عنك فتريحني الله أكبر هذه الليلة إمامكم سجد سجدة مختلفة سجد سجدة فيها لوعة فيها ألم واسمح لي على هذه الرواية موجودة في كتب التاريخ علامة البروجرد يقول هذه موجودة إيش في هذه الرواية يقول سجد سجدة أخيرة إمامنا شنوها السجدة قال فيها إلهي يا مخلص الجنين من بيدي يا مخلص اللبان من بين فرث ودام يا مخلص الشجار من بين رمل وطين وحجار خلصني من سجن هارون ليش سيدي ما في لهالسجن دعيت بي بالخلاص بس هذا السجن تقول الرواية كان السندي بن شاهك يشتم مولاتنا فاطمة أمام الإمام وهذا اللي خلى الإمام في لوعة في بكاء ونحيب سيدي وانت في ظلمتك تخفض الصدق شوية حبيبي شوية تخفض الصدق هذه الليلة وانت في ظلمتك إلى من تتوجه إلى من تتوجه بالبكاء وجه وجهه إلى ناحية المدينة لأن عند وصية الإمام اسمعها يا ابن سويد إذا دفنتموني فلا تنزعوا عني أغلالي أريد أواسل مصايب مصايب آبائي وأجدادي وأقدم هذا إلى أمي الزهرة حتى إذا شافتني بهالغو القيود أخفف عليها مصيبة جدية الحسين بلا سيدي ش عندك وإي أمك الزهرة يلا خلنا نبدأ المصيبة بهذه الأبيان يخاطب أم فاطمة الزهرة يقول يا يمّا أنا الكاظم غريب حالتي مرّا أنادي في وسط سجني تعالي إلي يا زهر كسر الظليع والمسمار والعصراء ولطم العيون ليش سيدي إحنا الليلة في مصيبة كتودينا إلى فاطمة كسر الظليع والمسمار والعصراء ولطم العيون وهو السبب يا يمّا الخلّاني بوسط السجود وحرق الباب والمحسين وجرح لي أبد ما يهود تعالي إلي يا يمّا ونظريني لو النظر إجاية إنك الأبيات يلا عاد أويلي إليت أشكيها أحوالي وقلت يمّا ظلموني ومثل بالصوت ما ضربوّج أنا بالصوت ضربوّوني ومثل ما إنتي ما لطموّج ومثل ما إنتي ما لطموّج أعلى خديج أنا لطموّني إقبال أحبابي وأولادي تعاين حالة المرّ دمّ السال من صدري شنفسه سال من الأولاد ومن الجامعة الدّام جرى من رقبة السجّاد يمّا 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 وهذا دمّي مني يسيل ويجري من ثقلّك يمّا تعالي يمّا شوفيني ساق من الدّمى حمّر أشوفهم خفتين على الأضواء هذه الليلة عدّكم أحد يتواسونا بظلّم ظلّم السجّن يا يمّا ظلّم السجّن يا يمّا ظلّم السجّن يا يمّا أتمنّى لو تجيني تضوّي إليّ بانواريت وبيّ حالة تشوفيني وسطّامورة والأعدّة بسلاسل هم مقيديني وحدي ما أحد وياي غير النّوح والحسرّة عندّك وصيّة سيّدي قال عندي وصيّة إلى أمّي بس أوصيت يا يمّا عليّ قيودي خليّها وجروح القيد يا زهرّا بلّ لا تضمديّها أبا واسي أنا جدّيل إلظّى العاري على الغبر وإماما وسط سجّني لوانجيتي وشفتي ما أحد وياي بالطّامورة أتلوّا من السمّن فريح شاي أبا وصيّت يا زهرّا إليّ لا تجيّ بالمّا أبا واسي أنا جدّي من الممّا شرب قطرّا إيّ بعد بعد إمامكم الكاظّم بعد وياّكم وهيّ أمّا الزهرّا وقاعد يخاطب قلوبكم يعرف أنّ مصاب الحسين كلّما ذُكر جُّرّح قلب الشيّعة بلّ سيّدي قال له لا تخافين يا زهرّا تعالي ترى أنا مُن بضّى على البوغة جسمي صحيّح ما راح تتروّعي لما وصلتني مثل ما وصلتين إلى كرملا لا تخافي لو أنجيتي ما تلقيني على التربان وجسمي ما هو مبضّى وراسي ما هو فوق سنار مثل ما شفت جسم حسين لخيول العدم دا لا تخافي لو أنجيتي ما تلقيني على التربان وجسمي ما هو مبضّى وراسي ما هو فوق سنار مثل ما جفت مثل ما شفت جسم حسين لخيول العدم دا رضّت منه ظلوعاه وساوت صدره بظهره أولي أولي يمّا يمّا اسمعي هذه الكلام ها زهره لاي صدقنا عشيب تشوفينا وعبيد اللي يشيّعونا صدقنا عشيب تشوفينا وعبيد اللي يشيّعونا وبجسر بغداد يا زهره بغلال يذبّونا ويصمح فرجا للأنظار سامحني على هالمقطع أرجوك أرجوك ويصمح فرجا للأنظار والأعدى يرفسونا والأعدى يرفسونا والأعدى يرفسونا مثل شمر الخنة يا حيف رفس جزي وقطع نحره أجركم الله في مثل هذه الليلة نزل السندي بن شاهك برطب مسموم إلى إمام منا أكل منه عشر رطبات قال زد يا موسى قال إن هذا يكفيك عند ذلك أخذ إمامنا يتقلم وإماما الواحد اللي في هذه اللحظة ينتظر أهله إذا احتاج إلى جرعة ما يجيبون إليه وهذا وحيد ما عند أحد أخذ يتقلب يمينا وشمالا أجركم الله إخضر لونه عند ذلك مد رجليه أسبل يديه قرأ شيئا من القرآن أغمض إمامكم عينيه أطبق شفته وفاضت روحه وغريبا وشهدا ومظلومة الشعادهم وعد تعرفون الوعد الإمام وعدنهم قال انتظروني يوم الجمعة ضحا على جسر الرصا فأطلع عليكم الشيع قد لبسوا الزينة شوف المصيبة كل واحد يسلم على الثاني أيامك سعيدة بخروج الإمام المغيب هذا ما شايفينه 18 سنة وبيطلع اليوم بنكح العيوننا بطلعت إمامنا بينما هم كذلك وإذا بجنازة محمولة على أربعة من الحمالي مغطى وقد غطيت بالرداء أغلالها عن يمينها وعن شمالها أقبل الجلاوزة طرح الحمالون تلك الجنازة يجو الشيع من هذا المحمول مغطى بعباء والأغلال عليه صاح الجلاوزة من أراد أن يتفرج أجعل إمام الرافضة فلياتي قالوا أي إمام رافضة إحنا ننتظر إمامنا يطلع سالم قالوا هذا موسى بن جعفار وإماما لطمت الشيعة على الصدور على الرؤوس رجعوا إلى المنازل خلعوا ثياب الزينة ولبسوا ثياب العزاب وإماما وإماما وسيدا وقف يم جنازات ابن اسويد وياه الطبي بي هي ثلاث ضربات مأجور مأجور شاء الجف في دي وشم وارتفع من الناح قال هذا لي عشيرة لو بلدتكم غاري جاء أن تسأل عن سبب موت تارى بالسمقاض جاء أن تسأل عن سبب موت تارى هنيئن لك هنيئن لك والله ليلة ليلة باب الحواهج وما أظن واحد فيكم إلا عنده حاجة صافت شفين وزافر صافت شفين وزافر والجيب منا مزاق قاله شيخ العشيرة والعشيرة مفرق شتت وضحت منازلهم خالية مغلق ليه تحاضر لو يشوف جنازة تعزيز الريضة ليه تحاضر لو يشوف جنازة تعزيز يا خالق شفتوا جنازة بالحديد مقيد يا خالق شفتوا جنازة بالحديد مقيد على حمامي الأرباعات بجي لحالتها الحد حوالي سليمان صارخ من سمع ذاك الليد قال خبروني يصا يرضاك بيرح بالفضل قال خبروني يصا يرضاك بيرح بالفضل وجابوا إمامكم وشيعوا شالوا على الأعلاق بعد ما ظل ثلاثة أيام لكن شيعوا وحصل إلى كفا تقول الرواية بعشرين ألف وموكب مهيب ما حالا مشيات الشيعة من وراء نعش الإيم مكشفين الروس جملة مكشرة سودي لعلاق والنيسات التمصى ذرها والزلم تضرو بالهام على إمام بالسجن ميت ولا حد غمض على إمام بالسجن ميت ولا حد غمض الغريب الغاذرية وين راحت شيعته ما حد يشيل هالإمام الغريب ليش ما جوا قبل ما تدوس العوادي جثته وعاين أو زين بتنخي من يشيل جنازته جثته ظلت رمية على الصعيد امرضضه جثته ظلت رمية على صف وأحسن ترجمة نانسي قنقر